نقطة الأموك كويسة عدت حلوة طبعا عدت كنتائج حلوة طبعا نبدأ بالأهلي؟ نبدأ بالأهلي ايه رأيك في اللي حصل النهاردة بالأهلي؟ مواجهة أولى لمرسل كولر طيب مارسل كولر الراجل بيحاول يطبق فكر محين ملحوظ تماما اللي خلى شكل النادي الأهلي جيد اللي خلى هناك استحواز على المباراة بشكل كبير اللي خلى فيه تناقل الكرة بشكل سلس تأفيل الملعب بشكل ممتاز ده السيستم اللي فرضوا النهاردة مارسل كولر هناك طبعا بعض النواقص لكن خلينا نقول هو لعب ازاق؟ الراجل لعب بشكل النمطي 4, 2, 3, 1 الشكل اللي بيشتغل به مارسل كولر اشتغل به مع منتخب النمسا اشتغل به مع بازل 4, 2, 3, 1 الأربعة بدأ وخلينا نبتلي بأول مفاجأة للناس في التشكيل النهاردة لعب علي معلول ناحية الشمال محمد عبد المنعم مفهول ده المفاجأة الأولانية المفاجأة اللعيب الرابع هو أكرم توفيق خلينا نقول ليه محمد متولي وليه محمد عبد المنعم لفت سنتر باك أو قلب تفع ناحية الشمال لو الناس ركزت كنا بنقول طريقة لعب للتحاد المنستيري بيعتمد على زياد علوي زياد علوي بيعمل ايه؟ زياد علوي بيخرج هنا بيشتغل في المنطقة دي المنطقة دي هو لعيب مهاجم متحرك ده رأس حربة للتحاد المنستيري لعيب متحرك فبيشتغل على ايه؟ بيشتغل انه يسقط دايما هنا ويسحب السنتر باك فيزود المسافة ما بينه ما بين السنتر باك التاني وبالتالي لعيبة خط الوسط اللي هو الخط الأفضل في فرقة للتحاد المنستيري تقدر تندفع لعب واثنين يخشوا جوه الـ 18 هنا ويعملوا الأزمة لان فيهم ساحة قادرين يستغلوها طب مارسي الكولر فطن لده ازاي؟ رقم واحد إن حط لعيب أكثر حيوية عنده من الحركية اللي يقدر يخليه يشتغل ويروح يكفر وراء علي معلول في المنطقة دي ولما يطلع المهاجم يعرف يطلع معاه ازاي؟ ويعرف ما يخلهوش يستلم بأريحية بعيس يرجع يعمل الباس ويشكل الخطورة اللعيب التاني محمود متولي احنا قلنا مين اللعيب اللي جايله اللعيب تخط وسط فمحتاج لعيب هو يقدر يشتغل في الـ 1 في 1 عنده من الخفة والكورة إنه يقدر يتوقع الخروج بتاعهم هيبقى عامل ازاي؟ وكان مهم جدا جدا لما نشرح دور عمر السلية وديانج هم عملوا قيا عشان ما يخلوش العباية دي توصل من الأساس فكان لعب محمود متولي عشان كده ده السبب الأولاني السبب التاني ليه محمود متولي اللعب مش ياسر إبراهيم؟ علشان الخروج بالكور هم سببين احنا كنا كلنا بنتكلم على محمد عبد الماناعم وياسر إبراهيم السبب الأولاني إن محمود ما كان ياسر شرحناه بخروج محمد عبد الماناعم بيلعب على اللفت زي ما بيلعب في منتخب مصر جنب أحمد حجازي مش على الريت كما اعتاد أن يلعب ليه محمود متولي؟ علشان الخروج بالكورة يكون بشكل أكثر سهولة تحسبا مرسيكولر عمل حساب السيناريوهات إن يحصل الضغط العالي من فرقة الاتحاد الملستيري وبالتالي الخروج بالكورة يبقى فيه مشكلة فعشان يضمن الخروج بالكورة يكون بشكل أكثر سهولة ومزيد من السلاسة في الخروج بالكورة خلى محمود متولي اللي العيب كورته جيد دي المفاجأ الأولاني نقطة تانية كانت سنائي وسط الملعب سنائي وسط الملعب يشتغلوا إزاي وعملوا إيه كريم؟ كانوا بيشتغلوا ضياجونال بالمعتاد ستة وتمانية لا كانوا بيشتغلوا كده ستة وتمانية كان عمر السلية دايما بيميل النحية دي عشان يعمل المسندة لأحمد عبدالقادر وعلي معلول لأن معروف أحمد عبدالقادر ما عندوش قدرات دفاعية في شكل جيد علي معلول لما بيعمل الزيادة لما بيجي يعمل الترانزيشن أو الرجوع من الحالة الهجومية للحالة الدفاعية عنده مشكلة فعشان ما يسيبش محمد عبدالمنعب مكشوف كان دايما بيقابل هنا عشان يقفل الجبهة دي تماما الجبهة الشمال بتاعة النادي الأهلي اليو دياند والصدادة ما شاء الله عليه لعيب مميز جدا في السكرينينج مميز جدا في أنه إزاي يقف هنا ويبقى قافل حامي السنائي بتوع قلب الدفاع فقافل العمق تماما اليو دياند واحد منه جمل مباراة النهاردة رغم أن أدواره كلها كان الدفاعية طيب نروح ليه الرباعي الأمامي وليه الشكل بتاع النادي الأهلي كان شكل جيد لكن ما كانش فيه فعالية كبيرة قبل ما نروح ليه الأهداف ونقول الأهلي سجل ليه وهل التسجيل ده كان نمط وإزاي الأهلي سجل ونشرح الهدف وكرة بتاعت سبيل الأشارات الرياضة في المقدمة يا كريم بتاعت الديئة 16 خلينا أقول لك أن الرباعي ده كان فيه ناس كتير استغراب أو مين بيلعب فين مين بيلعب فين كثير منها ديناميكية يعني إيه ديناميكية؟ يعني حركية يعني في الدقيقة 86 في الديئة 86 وبعد نزول حسام حسن ده أكبر مثال على الكرة حسام كان موجود هنا كان موجود على مركز الجناح الأيسر حتى كلنا كل الناس قال لك هو إزاي حسام ترى ده رجل مهاجم عمره ملاعب إزاي يلعب جناح الرجل ما كانش بيلعب حسام جناح ولا كان بيلعب أفشا جناح ولا كان بيلعب شادي في رجد ولا كان بيلعبه جناح الرجل معتمد بشكل كبير جدا على الحركية عشان كده رسالها الجمهور النادي الأهلي ورسالها لمتابع الكرة الرجل ده بيطبق حاجة معينة انتظروا عليه لأنه ده هذه الدناميكية خاصة مع اللعيب المصري والحركية تحتاج لمزيد من الوقت فالوقت ده بيكتسب من التحركات الكتير اللي المهاجمين كانوا بيعملوها النهاردة تحتاج إلى واحد مزيد من التفاهم اتنين الحركية اللي بعض اللعيب عملتها بشكل جيد وبعض اللعيبها كانت عندها شيء من البطء على سبيل المثال وليس الحصر أحمد عبدالقادر النقطة الثالثة محتاج تركيز طول الوقت لأنه انت مش بس بتتحرك بدون كرة لا انت رابط مع الثلاثي الأمامي عشان اللاربعة بتحركوا عكس بعض نشرحها ازاي اللاربعة بتحركوا عكس بعض نجيلك هنا يا كريم واقولك ازاي اللاربعة بتحركوا عكس بعض طيب ده الرباع بتاع الخط الأمامي بتاع النادي الأهلي هنا شادي حسين بدأ المباراة كمهاجم وهاجيلك عندما فجأة شادي حسين شادي حسين بدأ المباراة كمهاجم تحته برونوسافيو ناحية الشمال كان بيشتغل أحمد عبدالقادر ناحية اليمين طاهر محمد طاهر. اوتوماتيكلي ايه اللي كان بيحصل? اه ما تنفش. درجة الاتقان تحتاج الى مزيد من الوقت. ولكن ايه اللي كان بيحصل طاهر محمد طاهر? فور ان شادي بيطلع هنا على الجناح. واحمد بيحاول يفتح الخط تماما حمد عبدالقادر. كان دايما طاهر محمد طاهر بيكمل هنا كمهاجم. ويخش برونو سافيو كمهاجم تاني. طيب. حصل العكس. طاهر هو اللي فاتح الملعب. برونو سافيو موجود. شادي موجود. ده الدور اللي كان بيحصل. احمد عبدالقادر احمد فضل موجود على الخط. المفروض كان يشتغل هنا. ولما عملها مرتين كانت الكرة الخطرة اللي شالها بشير بن سعيد حارس مرمى الاتحاد المنستري. لما دخل وعمل الفنت واحد على واحد. وحطاها في الدقيقة لكن اتشالت. دي المرة الوحيدة اللي دخل فيها احمد عبدالقادر جوة 18. فده الدور اللي كان فيه تأثير. بلاس طبعا لانه كان عنده بطء في اتخاذ القرار بشكل كبير جدا. كان بيمسك الكرة كتير جدا. طيب ليه شادي حسين. عشان احنا مبارح كريم. كلا بنتكلم على شادي حسين. ناس كلها كان بتقول. شادي الراجل مش مهتم بيه. شادي مش مقتنع. الراجل مش مقتنع بيه. وبصراعة شديدة عشان برضو اديك حقك يعني. يعني جيمي هو الوحيد اللي قال لنا انه شادي حسين هو راجل مقتنع بيه جدا. والراجل شايفه من اللعيبة المهمة جدا. والنهاردة كان ممكن الناس كلها تتفاجئ ان شادي حسين موجود في التشكيلة الاسية. بس على اساس اللي قال لنا جيمي مبارح. ما كانش مفاجأة كبيرة. ان احنا نشوف شادي حسين في تشكيلة الاهل الناس. حبيب يا كريم اشكرك. وشادي شادي تحديدا. الراجل كان بيهوف معاه كتير جدا يا. ما حبلاش نقول الكلام دا مبارح. لكن الراجل كان بيهوف معاه كتير جدا في اليومين بتوع الميران اللي بتعطولي سنادي الاهل سفر الخميسة مرة جمعة سبت. جمعة سبت كان بيهوف معاه كتير جدا. وكان بيهوف معاه الرباعي دا تحديدا. ترونو سابي واحمد عبدالقادر وطاهر. وشادي حسين كان بيهوف معهم كتير جدا. وشادي تحديدا كان بيدينه تعليمات. ازاي يخرج يشتغل على انسايد وينجر. وتاين انا اكد معاك على النقطة الناس اختلفت معايا. لكن انا اكد تاني. شادي حسين انسايد وينجر راحة الشمال ممتاز. شادي حسين هيتأثر لو يلعب مهاجم. الا. سمعت مداخلتي مع كابتن احمد سامي. اه سمعت. سمعت المداخلة. كابتن احمد سامي سألته سؤال صريح. الافضل لشادي حسين مهاجم ولا جناح. قال لي شادي حسين ما يلعبش غير مهاجم. بالمناسبة. وجيت نظره. الكابتن احمد سامي نفسه. وكابتن هاسم شعبان قبله. لعبه شادي حسين فيه. هو كابتن احمد قال لي انه في ظروف ما كنت بتطر لعبك كجناح. بس انا شايفه انه الافضل ليه انه يلعب كمهاجم. ما هي. علشان كابتن احمد بيتكلم على الجناح بمنظوره الكلاسيكي. جناح على الخط. هيبتدي يشتغل ويعمل كراسس ويعدي واحد على واحد. لا. انا باتكلم على شادي حسين انسايد وينجر. بيبتدي اللعب من ناحية الشمال. لكنه طول الوقت جول 18. عدد الاهداف اللي سجلها. 8 اهداف مع سيراميكا كليو باترا من مركز الجناح الانسايد وينجر. هدا فين فقط كراس كراس حربة. لما احمد ياسر ريان الموشي من اللي قابله كان موجود. تقلق شادي حسين في مركز الجناح الايسر او الانسايد وينجر الجناح اللي بدخل جوه. خلينا نشوف. وده ريال بداية لحد الموشي بيشتغل. نشوف شادي حسين يلعب فين وهيجيد. فانه بوزيشن. رغم اقتناع التامن شادي حسين النهاردة قدم بشاير جيدة. تحرك كويس جدا. كان فيه مزيد من الحركية. لكن هو يقدر يلعب مهاجم بشرطه وحيد يا كريم. الشرح اللي احنا شرحناه. انه الرباعي ده يجيد الحركية. فشوية تلاقيه بيشتغل انسايد وينجر. شوية تلاقيه بيشتغل مهاجم. شوية بينزل تحت. يستلم يشتغلكم حتى ويطلع برونو ساب يوفيه. لكن اجمالا. عشان عارف الوقت بيجري منك. انه النادي الاهلي نهاردة فيه سيستم. الفرقة واحدة. واحدة. دي المميزات. ايه اللي بينقص النادي الاهلي? النادي الاهلي يحتاج الى مزيد من الوقت. علشان يوصل هذه المرحلة من اللحمة او الكمباكت الفرقة بقت واحدة واحدة. بتشتغل كلها دايما للعيمة بيزر لبعض وفيه حركية. تحتاج للمزيد من الوقت. علشان يحول ده لاتقان. وبالتالي الحالة العامة الهجومية تحديدا. تصبح اكثر فعالية. ويوصل برسل كولر اللي عايز يوصله بالمجموعة اللي موجودة. هلفي حالات موجودة نشرح. اه هنتكلم بس على الكرتين. انا عايز الكرة بتاعة البرونو سابيو. اللي في الديها ستتاشر او سبعتاشر. نشرح للناس. هي ليه الكرة تسجلي. لان الكرة لم تسجل اعتباط. الكرة لم تسجل بص صدفة. خليني نجيب اللقطة الاولانية. وقفلي معلش هنا. لا لا رجع 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 تاني. انا اطلع لك بره بس كده لفريم شوية. بس هو قفلي وقفلي بس 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 هو قفل. وقفل. بص بص كريم. ايه اللي يصل. وركز معي لان دي اللي انا هقف عندها في الكرة التانية. ماشي ماشي فريم كمان. ماشي فريم كمان. 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 لا 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 رجع رجع. فريم واحد. انا عايزك فريم واحد. بس 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 بص 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 كريم. اه. في اللقطة لي. اه. في اتنين في اتنين مهاجمين غير برونو سابيو. داخلين جوة الـ 18. طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر. وشاد حسين. دخلوا كاملوا. عفوا. طاهر اولا لعب الكروس. اه اه اه. شاد حسين. شاد حسين. لا لا. شاد حسين وامحمد عب منام. اه. داخلين جوة الـ 18. لكن اللي كان واخد التعليمات انه يتحرك ويسرق. بعيد عن اتجاه الكرة هو برونو سابيو. اه. ففي اتنين واقفوا بيعملوا حاجة بنسمافه الكرة الحجز. اه. هو واقف حاجز على اللعيب اللي داخل من وراه. برونو سابيو في بداية الكرة. وكرة لسا متسبتة. ممكن نرجع سنة كمان. نرجع سنة كمان. رجع عفريم كمان. اه. عشان جيم اللي بيقولوا دوت يبقى من الترجم. كمان كمان. كمان كمان. كمان قبل ما توصلوا. وهي لسا فلا وبعد ما تطلع الكروس. لا. كمان ارجع ارجع. ارجع حبة حلوية. كمان. 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 بس. بس هنا. بصة كريم. المهاجم هنا. اللي قريب من برو سابيو بعمل ايه? شادي. شادي بعمل ايه? شادي بيحجز المدافع وراه. اه. هو مش رايح للكورة. وملوش علاقة بالكورة. وكده كده مش عامل حسابه انه قوله هيخز. خالص. هو بيحجز عشان يفضي. شطار برو سابيو انه سرق الراجل السنتر باك التاني. ودخل. لان راجع معاه دريدي. علاء الدين دريدي. هو راجل في الاساسي دي ام. دعيب مركز ستة. مش مش مدافع. فرجع سرقه. هنا شادي حجز. وفي واحد تاني. خد. اللي هو محمد عبنا. بص رايح فين? كمل. 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 روح علي يا بفريمين كمان. مشيها على مشيها على السرعة الطبيعية بتاعتها. بصة كريم. واحد راح خد السنتر باك الاولاني. بس. والتاني خلاص. الحجز خلاص العيد بقى قوتو فوكس. العيد بقى بره. هاتلي بقى كورة الجول. اه. هاتلي بقى. والحجز بنفس الطريقة. بس. ارجع. نسخة واتبكت نفسك.шеك. کاریم بص المهاجم بص المهاجم. الحاجز على الرؤية والحاجز على التلاته اللي بتحركوا هناك عشان ياخده العين نفس الطريقة. الاتنين المهاجمين طلعين برا خالص علشان خاطر السنتر باكس. الراجل عسمرو عطارة ده. دا السنتر باكس الوحيد اللي كان في الملعب اللي مركزو. بص رايح فين?. طالع برا على التمنتاشرة. مين اللي طلعوا برا؟ الاتنين المهاجمين اللي كميلي على البطيء. مين اللي مكمل؟ نفس الغلطة. اللي مكمل مع الراجل السيدي ام. اللي مكمل مع السنتر باك محمد عبد الميناء ام. هو الراجل السيدي ام اللي مش بتاعته الكرات الهوائية. فدخلت حجز على الاتنين اللاعيبة المميزين بتوع الاتحاد المينستيري علشان خاطر يدخل لوحده محمد عبد الميناء ام. الكرة تحطت له نفس كرة سبيو التسقيطة بعد الحجز. اذا دي خدع عبقرية. نمط. لا خدع عبقرية ليه? انه في الكرة الاولى هم اوصل للاتحاد المينستيري ان محمد عبد الميناء عم دوره في الكرات السابت انه يخدع بس. صح. انه يحجز بس. بس هو واضح جدا انه كلها هيشتغل بتنوع. طبع. يعني مرة شادية ولا هيروح ياخد الكرة. مرة برونة ولا هيروح ياخد الكرة. مرة عبد الميناء يمي ياخد الكرة. مرة طار ولا يروح ياخد الكرة. والبقى ولا يحجز. لا اخفيك سر. بتعمل خلل للفريق المنافس انك مش عارف مين اعمسك مين لمين.